ومن القاهرة معنا مباشرة الآن مدون ثائر دفع ثمن ثورته سجنا وعذابا وحرية حيث أطلق الأسبوع الماضي وعاد لثورته من جديد مايكل نبيل أهلا وسهلا بك في بيلينك لليوم في البداية أنت قلت الأسبوع الماضي في بيانك أنك عاوز تستريح استريحت كفايا؟ أنا أخدت راحة كام يوم واستغلت الفترة دي برضو أن أعمل فحوصات طبية اللي أنا كنت محتاجة أن أعملها بس ما كانش ينفع أطول أكتر من ثلاثة أيام لأني كنت محتاجة أن أرجع أرجع الميدان من تاني وأرجع أتكلم في الإعلام تاني وأحكي على الحاجات اللي أنا شفتها واللي الناس محتاجة أو من حقها أنا يتعرفها وأتكلم على باقي النشطاء اللي لسه ما طلعوش على الرغم من العفو اللي طلع نعم مايكل الحمد لله على السلامة وإلى أي مدى زاد السجن من ثورتك وغضبك واندفاعك؟ أنا مش شايف نفسي مندفع لأني شايف أن الطبيعي أن الناس تقف وقفات قوية وحاسمة أمام سلطة بتقتل الناس في الشارع قدام الكاميرات إذا كنت قبل ما تسجن كنت بدفع عن حقوق الإنسان وبهاجم الحكم العسكري بإعتباره أزب يضر المواطنين آخرين فأكيد سجني خلاني ألمس معاناة الآخرين بنفسي وأحس أن أدوء التجربة بنفسي وأدوء أدي المحاكمات العسكرية الظالمة ما بقاش الموضوع تضامن مع آخرين لكن بقى تضامن مع حاجة أنا خبرتها بنفسي نعم أنت قلت في بيانك الأسبوع الماضي لدى الإفراج عنك أيضا أنك رفضت العفو من المجلس العسكري ماذا تعني في ذلك؟ أن محاكمتي بالأساس هي كانت محاكمة ظالمة ومحاكمة غير عادلة فساد المحاكمة بتاعتي استند على نقطتين غير عادلين الأول أن أنا مدني حكمت أمام القضاء العسكري ويكوني مدني أحاكمت أمام القضاء العسكري فيه انتقاص من حقوقي كمدني مش هو هذا القضاء الطبيعي وده حتى يتعرض مع الإعلان الدستوري للمجلس العسكري نفسه نزله وده التناقض أو الكذب في سياسة المجلس العسكري أن فيه بيتم إعلان حاجات الإعلان الدستوري بيقول أنه حقا كل المواطن يحاكمت أمام القضاء الطبيعي وأنا كنت أحاكمت أمام قضاء استثنائي الحاجة الثانية أن أنا حكمت في جريمة رأي أنا مرتكبتش جريمة وكل عملت أن أنا فضحت بعض الانتهاكات بالأدلة وبالوسائق وبالبراهين وكان الطبيعي في أي دولة ديمقراطية أن يتم التحقيق في هذه الانتهاكات مش أن يتم أنا محاكمتي على أرائي وكانت محاكمتي على أرائي بالتتناقض مع الموثيق الدولية اللي مصر لمضيتها ومع القانون الدولي وبالتالي أنا من حقي أن التهم يتم إسقاطها مش أن يأخذ عفو مشروط والعفو يكون في إمكانهم أن يلغو في أي وقت كمان كلمة العفو نحن نذكر مايكل هنا نذكر بأنك سجنت بتهمة سب القوات المسلحة بعد السجن الآن هل بدت تدرك هذه الشعرة بين المسموح وغير المسموح خصوصا تجاه القوات المسلحة هكي اتهموك أنا لم أحاكم بتهم لا 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 فضل أنا لم أتهم أمام المحكمة العسكرية أو أمام النيابة العسكرية بتهم تسبق قوات المسلحة أنا حكمت بتهمتين التهمة الأولى هي نشر إشاعات كاذبة التهمة الثانية هي إهانة مؤسسة من مؤسسة الدولة اللي هي الجيش لكن لم أحاكم بتهمة تسبق القصف قضيتي ما كانش فيها بلاغ محدش أقدم بلاغ ضدي ومحدش تهمني بتهم وكيف انتشرت هذه التهمة لماذا انتشرت هذه التهمة برأيك لماذا انتشرت التهمة تحت عنوان سبق القوات المسلحة يسأل يسأل القوات المسلحة على عضاء القوات المسلحة اللي خرجوا في الإعلام وقالوا معلومات غير صحيحة عني منها المعلومة دي لكن أنا طلعت بنفسي على الحكم الصدر ضدي وأنا اللي وجهت لي الاتهامات قدام النيابة العسكرية ولم أحاكم لا بالمدى في قانون العقوبات الخاصة بالسبب والقصف ولم توجه إلى تهمة سبق القصف مايكل في بيانك الأسلوع الموضوع في بيانك أشرت إلى أنك اشتقت للقاءاتك مع المدونين المصريين رغم اختلافات الرأي برأيك على ما يختلف هؤلاء المدونون معك على ما يختلف مدونون مصر مع مايكل نبيل أنا مش حابب أن أحط المدونين كلهم في كفة واحدة وأنا في كفة تانية الوحدي الاختلاف هو سمة طبيعية في الحياة طبيعي أن ما فيش أي اتنين في الدنيا مهما كانوا بيتفقوا على كل شيء أنا شخص لاي أيدروجيتي سياسية أنا أنتمي لطيار الليبرالي والطيار العلماني المدني يؤمن بالدولة المدنية والفصل الكامل ما بين الدين وبين السياسة وبين السياسة وبين العسكريين طبيعي أن فيه اختلاف مع اليسار وفيه اختلاف مع الطيارات الدينية وفيه اختلاف مع الطيارات القومية فيه اختلاف حوالين رؤيتنا للتسليم السلطة حوالين موقفنا من المؤسسة العسكرية أو موقفنا من الاقتصاد السياسة الخارجية حاجات زي كده فالاختلاف شيء وارد وطبيعي وهو أنا شايف الاختلاف بطبيعته بيسري الحياة السياسية وبيسري المجتمع طالما كان الاختلاف مفهوش نوع من العنصرية أو التحريض على العنف أو التحريض على انتاك حول إنسان نعم هو في الواقع جميعهم اختلفوا يمكن معك حول أرائك ولكن جميع المدونين على الأقل الذين استقبلناهم في بيلينك كانوا مجمعين على أن سجنك بحد ذاته ظلم سؤالنا الأخير إليك مايكل اليوم ما هي خطتك التدوينية بعد الإفراج عنك أنا من جوة السجني كنت نشرت مقالات كتيرة جدا كنت بهرب المقالات لبرا السجن وينشرها أصدقائي وحملة الدفاع عني وتنشرت حوالي 80 مقال فأنا محتاج أن أرجع أن نشرهم تاني على مدونتي وأعيد فتح حوار حواليهم وهستمر وأكتب أبحاث جديدة هكتب مذكراتي عن اللي حصل معي في فترة اعتقالي وأبدي لابد علي وهكتب أبحاث جديدة في موضوعات أنا شايف أنها محتاج أن يتم فتح القاءة الضوء عليها وخصوصا دور المؤسسة العسكرية قبل الثورة والفكرة أو ايدولوجية مواهلة العسكرية اللي هي موجودة في كل حتة في العالم والنظام يولي العسكري منع دخولها مصر واللي إحنا محتاجين نفتح النقاش حواليها زي موضوعات الانفاق العسكري وزي الارقابة على عمل كينات المؤسسة العسكرية المختلفة وزي أوضاع المجندين جواء الجيش وطبعا الأولوية القصوى بالنسبة لي حاليا هي خروب بقية صوار المدنيين والعسكريين من السجون في المرحلة الحالية يمكن لأنك كمانا سجنت وما حدا بيحس مع المجروح أدي المجروح نفسه نحن نشكرك مايكل نبيل بالتوفيق إن شاء الله الحمد لله على سلامتك من جديد مايكل نبيل المفرج عليك من السجون العسكرية في مصر كنت معنا مباشرة من القاهرة شكرا جزيلا لك